طيب مسابع بهذا الشكل أفرازة فريق فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التواني فيه إنجاز غير مسبوك وأعتقد المين تارجت أو الهدف الأساسي الكبير اللي جاي للنادر الآلي هو تحقيق السلسية في دوري الأبطال عشان يكون ده ده السلسية الإعجازية اللي الأهل نفسه ما عملهاش إن أنت تقدر باستمرار تحتفظ بلقب دور الأبطال التاسع العشر الحداشر ده هيبقى إنجاز كبير جدا إن شاء الله فده المستهدف في الفترة الجاية وأعتقد ده اللي بيشتغل عليه بيتسو موسيماني سواء في التدعمات سواء في خطط الإعداد للفريق للمرحلة الجاية أو ترتيبات الفريق بصفة عامة موسيماني حظي بثقة وتقدير كبير جدا من كل الخبراء والمحللين لكن الحقيقة الرجل ناس كتيرة غاوية تتعامل معه بالقطع الناس اللي ما كانتش بالع نجاح التجربة فضلت لابدة فضرة ومستنياله أي مباراة بسط لقيت طالع ينتقد في اختيارات موسيماني ينتقد في سياسة موسيماني في تغييرات موسيماني لأنه من الأصل مش بالعوا أو مش بالع الفكرة أو مش عايز ينجح قرار الأهل واختيار الخطيب هو ده كان الهدف لدى الكثير من المحللين الحياة اللي كان عندهم درجة عالية من التربص بالنادي الأهل واختيارات الكابتن محمود الخطيب لكن حتى مع ابتعاد الفريق بالنسبة كبيرة جدا عن بطولة الدوري يلقى موسيماني ثقة وتقدير الناس اللي فهمها ومنهم الأستاذ حسن المستخاول يعني برضو فكرة تنية تبقى طول الوقت داي تجيب آخر الدواسة زهنيا وبدنيا ونفسيا وبتخرج من كل بطولة تخش على بطولة طبعا دي برضو تحدي صعب يعني أنا أبراهيم أنا يعني مش معقول أبدا إحنا نشوف مدرب كان كويس وجب بطولة واتنين وثلاثة بعدين فجأة المدرب ده ما عندوش فكرة آآ ما عندوش فكرة ولعيبة أجمد لعيبة في الدنيا ولعيبة فجأة بقى وضيعين يعني 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 مش حسمها كده الحاجات دي لازم نبصر كده بعمق شوية وبتحليل لو أنت بتحلل سيبك الجمهور ليه عواطف وليه قلبه وبتكلم بعواطفه بقلبه لكن لا يجوز أبدا إن إحنا بنيجي نتكلم علاماتش في تليفزيون أو في برنامج فنقول الأهلي وحش الأهلي مش عارف إيه الأهلي لا لأ لأ لأن في أسباب على مدى الموسم خلت الأهلي يفقد 12 نقط أو الأهلي فقط فيهم 12 نقطة لكن هل لسه بقى انتهى؟ لا لسه طبعا السباق لسه مستمر لسه طبعا بتحسم البطولة لما يبقى حسبيا خلاص إنت لو كسبت كل ما تشتك أنت بش تكسب البطولة وطبعا كابتن حسن أستاذ إبراهيم بسأله السؤال موضوع يعني وكابتن حسن لمس على يعني أن لا يمكن يكون التقييم أن النجع جدا 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 فجأة بقى فاشل أو أن هناك أسباب لعدم تحقيق المنجز بالشكل اللي الناس عايزان مش بالعواطف لكن بالظروف وألمح إلى الإرهاق وألمح بقى إلى نقطة هنا بمرة البرامج اللي بتنتقد وبتتربص بالمسلماني أو بالنادي الأهلي وهنا يعني الناس مستقى من بقى من حاجات محددة فلان وفلان وفلان اللي ما بيصدقوا يلاقوا حاجة يلاقاهوا عن نادي الأهلي أو يهجموه وهنا لابد أن نشيد بأصحاب القرار في قنوات الناس دي اللي بتحاسب إلى درجة هنا بتقو في البعض وبتنبه على البعض الآخر ما هو لازم وإلى الدنيا حتنفالت ما ينفعش يا جماعة إن إحنا نسيب الدنيا كده للأهواء لأن إنت متاش عارف كل واحد بتكلم وضميره فيه إيه فالموضوعيين حينخشوا بموضوعيين خلاص إنت حققت واحد اتنين تلاتة أخفقت لأسباب تخصك واسباب لا تخصك اللي مينة كنادي يا أهلي إن إحنا إلى قدر الإمكان نتصدى للأسباب اللي ما تخصناش ونعالج الأسباب اللي تخصنا